استاذ يوسف يقول ممكن ترتيب لتعلم اللغات بعد الانجليزية. اه بعد الانجليزي بص هو فيه فيه لغة اسمها اه لغة عالمية. ودي اللغة الانجليزية. فتلاقي كل الناس في كل المنجلات ايا كان يسكن فيهم في بقاع الارض. بيحتاج اللغة الانجليزية. ثم تاني اهم لغة بعد الانجليزية. لو انت عايش في دولة عربية. اذا نشوف اللغة اللي انت ممكن تاخد بيها مسلا منح لو انت طالب. المانية مسلا. اه بلد انت عايز تزورها او ليك حد قريب فيها وحتطلع له فيها. فاتعلم لغة البلد دي. اه لو انت عايش في بلد معينة يبقى البلد معينة دي لغتها اولى انت تتعلمها. لو انت عايش في مصر ولا انت هتطلع ملحة ولا ليك حد قريب ولا ولا. فانت ازا دور على اللغة الاكسر انتشارا بعد اللغة الانجليزية وهي اللغة الصينية.